بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع دروس الجغرافية ودائما مع الوحدة التعلمية الثالثة الخاصة بالاقتصاد والتنمية في عالم الجنوب ومع الوضعية التعلمية الثالثة التي عنوانها السكان والتنمية في الهند في دراساتنا الجغرافية للجغرافية الإقليمية للعالم نكتشف دائما اختلالات ومفارقات ومفارقة لقائنا اليوم تتعلق بالهند بلد غني وشعب فقير وهذا هو موضوع لقائنا اليوم الذي سنجيب فيه على مجموعة من التساؤلات أولا ما هي ملامح الوسط الطبيعي والبشر للهند ثانيا ما هي السياسة التنموية المنتهجة في الهند وثالثا ما هي أو أين تكمن المفارقات في الهند نعرج في البداية عزيزي الطالب على الوسط الطبيعي ونتناول أولا الموقع فأين تقع الهند تقع شبه جزيرة الهند في جنوب قارة أسيا محصورة بين درجتي عرض ثمانية إلى ستة وثلاثون درجة شمالا وخطي طول ثمانية وستون إلى سبعة وتسعون شرقا يحدها من الشمال الصين ونيبال وبوتان ومن الجنوب المحيط الهندي ومن الشرق بنجلادش ومن الغرب نجد كل من باكستان وأفغانستان من خلال الموقع الفلكي للهند تلاحظ معي عزيزي الطالب أن الهند تقع في قسمها الجنوب بالمنطقة الاستوائية الحارة الرطبة والمنطرة ثم المدارية الرطبة بينما في قسمها الشمالي فهي تقع في المنطقة المعتدلة ثانيا شساعة المساحة حيث تقدر مساحة الهند بأكثر من 3.2 مليون كيلومتر مربع والامتداد الواسع أي امتداد عرضي يقدر بـ 2977 كيلومتر وانتداد طولي يقدر بـ 3214 كيلومتر ثم شريط ساحلي يفوق 7000 كيلومتر جاعلا من الهند شبه جزيرة ثالثا تضاريسيا سطح الهند متنوع فنجد جبال الهيمالايا في الشمال على مسافة تقدر بـ 2400 كيلومتر وعلى ارتفاع متوسطه يفوق 6000 متر من مستوى سطح البحر والذي ينبع منه أهم نهر في الهند وهو نهر الغانش في الجنوب نجد هضبة الدكن الصخرية الغنية بمعادنها خاصة الفحم والحديد أما في الوسط فنجد سهل الغانش الواسع بأكثر من 35 مليون هكتار يخترقه نهر الغانش وروافده ومن هنا تلاحظ معي عفوا عزيزي طالب أن الوسط الطبيعي للهند يتميز به الاتساع، التنوع والغناء مما يوفر لها الكثير من الإمكانيات والثروات الطبيعية إذا كان هذا الوسط الطبيعي فما هي أهم ملامح الوسط البشري للهند؟ إن أهم ما يميز الوسط البشري للهند هو ذلك الوزن الديمغرافي الهائل بحوالي مليار ومئتين مليون نسمة ثانياً ذلك التعدد في الأجناس البشرية المشكلة لدولة الهند بـ 17 قومية أي 17 لغة إضافة إلى 844 لهجة ثالثاً تعدد في الأديان من هندوس وهم الأغلبية بأكثر من 876 مليون نسمة والمسلمون بـ 158 مليون نسمة ثم نجد بقية الأديان من مسيح والسيخ وبوذيون من هذا كله نكتشف أو تكتشف معي عزيزي طالب بأن الوسط البشري للهند يمثل قوة بشرية هائلة جداً لما توفره من يد عاملة وسوق استهلاكية واسعة من جهة واف سيفساء من الأجناس والأديان بتركيبة بشرية معقدة تقدس نظام الطبقية من جهة أخرى في هذا الوسط الطبيعي والبشري ما هو واقع التنمية في الهند؟ شهدت الهند تنمية شاملة لكل القطاعات ففي الزراعة مثلاً عرفت الهند تجربة زراعية شبيهة بتلك التي عرفها الاتحاد الصوفياتي والصين والدول الاشتراكية الأخرى حيث قامت بإجراء إصلاحات زراعية منذ سنة 1966 تحت شعار الثورة الخضراء والمتمثلة في توزيع 6 مليون هكتار على 20 مليون فلاح وتوفير العتاد الفلاحي مع بناء السدود جديدة للري والتقليل من مخاطر الفيضانات كل هذا من أجل تنشيط الحياة الريفية وللحد من سيطرة الإقطاعيين والوسطى أصفر هذا الإصلاح عن مجموعة من النتائج أهمها تطور الإنتاج الزراعي القضاء على شبح المجاعات التقليص من استراد المواد الغذائية امتصاص البطلة حيث أصبحت الزراعة تشغل 60% من اليد العاملة النشطة أما القطاع الثاني وهو الصناعة فهو أيضا عرفة وثبة نوعية منذ مطلع التسعينات من خلال سياسة تنموية مبنية على الانفتاح على الخارج أهم أسسها التركيز على تطوير صناعة الحديد والصلب تطوير الصناعة الميكانيكية من خلال مجمع تاتا ثالثا تطوير الصناعة الإلكترونية من خلال مجمع بنغالور النتيجة أصبح اقتصاد الهند اليوم يحتل المرتبة الثاني عشر عالميا حيث شكلت فيه الصناعة 18% من الدخل القومي بحوالي 276 مليار دولار بشركات صناعية عالمية مثل شركة ويبرو في الإعلام الآلي وشركة أرسيلور ميتال في الحديد والصلب أما القطاع الثالث فهو قطاع الخدمات فهو يحتل مكانة بارزة بتوظيفه 28% من اليد العاملة النشطة في الأخير عزيزي طالب إذا أردنا أن نقيم التجربة التنموية في الهند نذكرك بأن لكل تجربة إيجابيات وسلبيات والتجربة التنموية للهند كما لها إيجابيات لها سلبيات كما يوضحه الجدول التالي الإيجابيات استطاعت الهند أن تحقق أولا الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وتحتل المرتبة الثالثة عالميا في الإنتاج الزراعي أن توفر مناصب شغل أن ترفع من الدخل المحلي الخام وأن توفر رؤوس أموال وتستقطب المستثمرين المحليين والأجانب خاصة أما السلبيات فتتمثل فيه ارتفاع نسبة البطالة وتواصل ذلك مع الارتفاع المتواصل لسكان الهند ارتفاع حجم المديونية التلوث البيئي نتيجة التصنيع وتفشي الأمراض والأوبئة وكثرة الصراعات بين عناصر التركيبة البشرية أي صراع الطوائف أما الآن أين هي المفارقات التي تميز دولة الهند أولا الهند بلد وصلت فيه نسبة الأمية 40% أي ما يعادل 400 مليون نسمة بالمقابل تملك أكبر عدد من الكفاءات العلمية في العالم من علماء أطباء ومهندسين إذ تحتل بهم المرتبة الثانية عالميا ثانيا تطور كبير في مجال الصحة بالمقابل انتشار فاحش للأمراض الفتاكة ثالثا بلد غني بثروات طبيعية هائلة لكن إلى الآن حوالي 280 مليون من السكان يعيشون تحت خط الفقر رابعا قوة نووية وقفزة تكنولوجية مع 2.3 مليون مهندس في الإعلام الآلي من جهة لكنهم يقدسون ويعبدون الأبقار والفئران والأثاع والقردة من جهة أخرى عزيزي الطالب لعلك أدركت مما سبق أن الهند فعلا نموذج للمفارقات ولكنها أيضا نموذج لسياسة تنموية ناجحة استطاعت فيها الهند أن توفر لمليار ومئتين مليون هندي الغذاء وتتصدر الكثير من المحاصيل الزراعية التجارية وتقتحم بكل قوة عالم الصناعات الدقيقة لتنافس فيه كبريات الشركات العالمية وبهذه الوضعية نختتم دروس مادة الجغرافيا نتمنى عزيزي الطالب أن تكون قد استفدت مما قدم لك رجائي أن تكلل مجهوداتك بالنجاح في امتحان شهادة البكالوريا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته